الأخ بدر يستفسر فيه عن قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ما هو العهد الذي يتخذ عند الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا باب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و فهمنا ما لم نفهم و اهدنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم أما بعد فإن المقصود بالعهد هو الإيمان بالله تبارك و تعالى و العمل الصالح و قد نص عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و من التابعين و من علماء السلف أن المقصود بذلك كلمة التوحيد و هي أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله مع القيام بحق هذه الكلمة فهذا هو العهد الذي تشير إليه الآية الكريمة و هذا المعنى يصلح على وجهي الاستثناء في الآية الكريمة ذلك أن بعض المفسرين يقولون بأن الاستثناء منقطع و المعنى و لكن من اتخذ عند الله عهد و يصلح أيضا عند من يرى أن الاستثناء متصل فهؤلاء المجرمون لا يجدون من يشفع لهم و لا يجدون ما يشفع لهم و لا يشفعون في أحد فماذا هو المقصود بالعهد الذي يكون بين العبد و ربه مما يبلغه رضوان الله تبارك و تعالى فيكون من من عباد الرحمن الذين يكونون وفدا إلى الجنان و يجدنبون أن يكونوا ممن يساقون إلى جهنم ورد عيادا بالله والله تعالى أعلم